يسعى دواتكم بكل خير متابعي لمطبخ الشامي معكم الشيف مروه وصفتي اليوم كتير مميزة اللي هي المقروطة او كلاجة التمر من الحلويات اللي كتير فخمة وطعمة كمان كتير طيب بالدوب دوبان بالتم وناشحة 100% طعم وشكل ولا اروع من هيك تعبوا معي الفيديو وتعالوا نشوف طريقة التحضير واتمنى منكم اذا عجبكم الفيديو مع تنسوا الضغط على زر الاعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكون كل شي جديد بوصفاتنا يلا مع بعض نشوف المقونات وطريقة التحضير بالبداية رح نحضر للعجينة رح نحتاج لكيلو من الطحين ما يعادل ست اكواب من الطحين طبعا مهم يكون الطحين منخول استخدم الطحين ابيض متعدد الاستعمالات وهلا رح ضيف عليه هون المنكهات اللي هنن مع الاكبيرة من حبة البركة ومع الاكبيرة من السمسم المحمص ومع الاكبيرة من الشممر المطحون ورح ضيف عليهم كمام مع الاعتصام من جوزط الطيب والقرفة المطحونة بالاضافة لمع الامن المحلب ومع الاصغيرة من الخميرة الفورية واخر شي رح ضيف عليهم نص كوب من السكري البودرة ونص ماع الاصغيرة من الملح وبهيك المكونات الجافة صار جاهزة معنا اخلطوا مع بعض بشكل منيح ورح اضيف عليهم كوب من السمنة سعة الكوب اللي استخدمتو 250 مل ورح اضيف عليهم كمان نس كوب من الزيت النباتي وبخلطوا مع بعض بشكل منيح بأطراف الأصابع ومنستمر بهي الطريقة حتى يتشرب لطحين كل كمية الدسم وما بيصير نعشنا كتير مجرد لم وردم للعجينة وبضيف عليها كوب من المي بالتدريج حسب حاجة العجينة وهذا بيرجع لنوعية لطحين لانتوا عم تستخدموا ممكن تحتاجوا من كوب لكوب ربع من المي هيك العجينة صارت جاهزة بهذا الشكل قواموا ممتاز هلأ بحطها بصح ننضيف ورح اغطيها وتركها ترتاح وتتخمر لمدة ساعتين كل ما تركتوا وقت أطول كل ما كان أفضل وهلأ رح اضر للحشوة عندي هون 500 جرام من التمر المطحون رح اضيف عليهم معلقة طعام للسمن الحيواني وفيكم تستخدموا اي نوع سمن متوفر عنكم وهلأ رح اضيف عليهم هون المنكهات اللي هنن مع الأصغيرة من القرفة المطحونة مع الأصغيرة من الشمر المطحون ومع الأصغيرة من المحلب بالإضافة لمعلقتين كبار من القطر بخلطهم مع بعض بشكل كتير منيح وبهيك عجينة التمر صارت جاهزة وبعد مرور ساعتين بعد ما ارتاحت العجينة واختمرت بشكل منيح باخد قطعة من العجينة ورح مدة بشكل طولي بهي الطريقة وباخد قطعة من العجينة التمر بمدة بشكل استواني رح حطها بقلب العجينة وبلم الأطراف على بعض وبسكرهم بشكل كتير منيح ورح لف العجينة بشكل رول حتى تصير كلها بحجم واحد وبعد هيك رح أبدأ بتقطيعها بالنسبة للتقطيع في قند أطواب الأشكال والأحجام اللي أنتو بتكون ياها بواسطة السكين رح أتعلى خطوط مايلي بهات الشكل وبحاول تكون القطعة متساوية مع بعضها بالنسبة للتشكيل رح أستخدم ملأة النقاش بتلاقوا موجودة عند العطار ومحل الحلويات كمان رح أعمال خطوط مايلي بهي الطريقة رح تعطينا شكل ومنظر كتير حلو وطبعا في أشكال كتيرة ممكن نعملها بملأة النقاش إذا حبيتوا الفكرة اكتبوا لي بالتعليقات وبنزلكم كمان وصفات متشابهة أنا اليوم اخترت لقون أسهل وأسرع طريقة لحتى نحضر فيها لكلاجة التمر ويكون شكلها مميز عن باقي الوسطات ولو حبيتوا فيكن تترقون ساعدة بهذا الشكل أو إن كنت غالفوهم بالسمسم مع القطر هذا الشي برجع لقون أنا هون رح كفي باقي الكمية بنفس الطريقة وهيك صاروا جاهزين هلأ بدخلهم على الفرن محمى مسبقا على درجة حارة 220 بالبداية بشغل من تحت وبسيط حمره طفي من تحت وبشغل من فوق لمدة 10 دقايق حتى ياخدوا لون دهبي خفيف وهذا كان شكلهم بعد ما طلعتهم للفرن وبردوا تماما حتيتهم بصحنة تقديم الريحة بتاخد العقل وطعمتهم كمان كتير طيبة وريحة البهارات بتشهي وطعمة ونكهة والأطيب من هيك بتمنى أنكم نجربه الوصفة وألف صحة وهنا وهذا كان فيديو اليوم بتمنى الفيديو يكون عجبكم والوصفة كمان عجبتكم وإذا عجبتكم فضلا منكم ما تنسوا الضغط على زر الإعجاب وإذا كنتوا جداد على قناتنا على اليوتيوب ما تنسوا تشاركوا بالقناة ليصلكم كل شي جديد بوصفاتنا شكرا لكم وشكرا لحسن متابعتكم